الجانب الثالث وهو متعلق بكأس العلم للأندية دايما الحمد لله احنا عندنا في برنامج التريند كده خط معين بنشتغل عليه وربنا بيكرمنا وبيوافعنا فيه كنت متواصل مع مسؤولين في السوبر ليج وقدرت احصل على قيمة الاهلي الرسمية بخصوص المشاركة في الدور الافريق وكانت القيمة 30 لعب وان بارح قلت لحضراتكم القيمة يعني الخطوط العريضة اللاعبين الاجانب الحراس المرمى المصابين اللي موجودين حاليا في قيمة الاصابات هل كولر هيستعين بهم في البطولة وايضهم في البطولة وتم قدهم فكانت معلومات مهمة جدا بالتأكيد كان لازم نقول له جمهورنا كل التفاصيل عشان ما يستجبش لأي اخبار غلط في الفتر اللي جاية لو البعض اجتهد وكتب معلومات خطيئة بخصوص قيمة النادي الالف ظل ان فيه كلام كتير بيتقال على بعض اللعيبة للأسف احنا بنقرأه وبنتفاجئ به وبتبقى كلها معلومات مغلوطة دون ذكر اسماء اللاعبين يعني ولكن انا بقرأ موضوعات وعنوين على بعض اللعبين عنوين غلط جدا وموضوعات غلط جدا فعشان جدا كنت حريسا انا اقول لحضراتكم قيمة التلاتين لعب عشان الكل يطمئن ان القيمة بالكامل موجودة في السوبر ليج وما فيش نية عن استغناء عن اي لعب في الفتر حاليا وحنا لسه في بداية الموسيقى طيب برضو حبيت اعرف كاس العالم للاندية تواصلت مع مسؤول في اللجنة المنظمة في الاتحاد السعودي عشان اعرف الديدلاين المتعلق اولا بحاجتين قيمة الفريق اللي هيتم تسجيلها لكاس العالم للاندية في الظل للبطولة خلاص ان شاء الله احنا على اعتاب المشاركة فيها بعد اقل من شهرين والزي الرسمي كل فريق هيلبس ايه الزي الاساسي والزي الاحتيازي قدرت احصل على تلات معلومات مهمة جدا اولا النادي الاهلي الفيفا اختروا واختر كل الفرق المشاركة من خلال الليحة المنظمة للبطولة اللي انت تكون موجود في الدولة المنظمة وتحديدا في المملكة العربية السعودية قبل موعد اللقاء الاول ب 72 ساعة يعني الاهلي هيلعب يوم 15 12 في جدة مع الفائز من اتحاد جدة و اوكلاند سيتي المعاد اللي الاتحاد الدولة عايزه من كل الفرق اللي هتشارك في البطولة قبل 72 ساعة من اول لقاء يعني اوكلاند سيتي هيلعب 12 12 يكون في السعودية يوم 19 الاهلي هيلعب 15 12 يكون في السعودية يوم 12 12 والامور دي على فكرة شرحت في ورش العمل اللي تمت خلال الايام القليلة الماضية لما فيه وفود سفرت عشان تشاهد وتتابع اخر الامور المتعلقة بتنظيم البطولة زيارة ملعب المباراة فندو الاقامة ملعب التدريب ودي الرحلة اللي كان فيها الكابتن خالد بيبو والكابتن سامير عدلي من حوالي يومين ثلاثة في مدينة جدة دي نقطة يعني بالتالي الاهلي عنده مباراة مع اتحاد جدة 15-12 او اوكلاند سيتي يعني الاهلي يكون موجود في السعودية بحد اقصى يوم 12-12 يفضل انه يكون قبل مفيش مشكلة لكن بعد 12-12 مش هيبقى الامور مظبوطة لان الفيفا عمل موعد محددة لكل نادي قبل موعد اول لقاء رسم دي نقطة النقطة التانية وهي متعلقة بتسجيل القوائم يعني الاهلي استنادي بيسجل القوائم في بطولات مختلفة لان البطولات كتيرة الحمد لله الاهلي عشان يسجل قايمته في كاس العالم عنده ديدلاين يوم 30-10 30 من الشهر الجاري هيسجل القايمة المبدئية هيسجل القايمة المبدئية اللي هتشارك في كاس العالم للاندي القايمة المبدئية في حدود حوالي 35 لعب القايمة المبدئية في حدود 35 لعب عندك فترة من 30 أكتوبر لستة نوفمبر في الفترة دي تقدر تسجل القيمة المبدئية بعد اهتمدها من الاتحاد المصري لأنه ضروري جدا اللاعب اللي هتتسجل في القيمة المشاركة في كاس العالم للأندية لازم تكون مسجلة ومقيدة في قيمة الاتحاد المحلي طيب امتى المعاد النهائي عشان القيمة دي تعتمد ويتم اختصارها ل 23 لاعب قيمة كاس العالم للأندية 23 لاعب بس يعني الدور الإفريقي 30 بتختار من 30 في كل مباراة 23 ولكن في كاس العالم الأندية القيمة النهائية 23 لاعب آخر معاد لتسجلها يوم 4 ديسمبر 4 ديسمبر تختصر القيمة ل23 لاعب والاتحاد الوطني أمامه مهلة حتى يوم 7 ديسمبر لتأكيد قيمة 23 لاعب يبقى بالتالي قبل الصفر بخمس أيام إلى المملكة العربية السعودية النادي الأهل هيكون انتهى من تحديد قيمة 23 لاعب لا تشارك في كاس العالم للأندية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر